مرحبا بكم مرحبا بكم في كوجينتي وعلى قناتي قناة عالم صندوس للأكلات نحضر مبعضنا اليوم الجيجة في الفور بش نعملوها خلطة مزينة في تفويحها وزيد بش نطيبوها بطريقة سهلة شوفوا طريقتي في تحذير الجيجة روتي ان شاء الله يربي يتعجبكم نخليكم توا مع الفيديو ومتبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة كان انتي اول مرأة تزورني نبدو توا الفيديو مبعضنا ومشوفو الخلطة مبعضنا كيفيش بش نحضروا الجيجة روتي نبدو اول حاجة بالخلطة اللي بيش نحضروها لك الجيجة اللي بيش نفوحوها بالكداء بالكداء اهم حاجة يزم هي يكون عندي في الخلطة متاعي بتبعها هي المترد المترد يفوح برشة الجيج المستردة بيش نحط زوزم غارف كيكا مليانين كبار معهم زيت نباتي ولا زيت زيتونة بيش نستعمل زيت الزبدة مع الزيت بيش نحط كيكا مغير في زبدة مليانة ومغير في زبدة مليانة كليل وزعتر وشوية فلفل كحال وكركم وملح اكهو هيدو بالنسبة للفاحات وكيما قلت لكم بيش نحط الزبدة والزيت وحذرت لهنة زيتا عندي الرند والثوم والبصل وريقة رند يبدو اخضر وسنيني الثوم وقلو كيكا سبع سنيني الثوق وحتيت مثل الاخذر وزيتها في وسط كرش الجيجة السفنيريا نجم تستغن عليها كما انتي متحب بهاش كاو كما قلت لكم الهنة بيش نحط مغير في زبدة هكا مجذيبة عادية بذلك تبدأ كيكا خير وضع الموتارد كم تقولون ما هو الموتارد بل حق يفوح الجيج وسيب نكها على محلها حتيت كيكا وضع زوزم غارف مليانين وضع بذلك نفحه وزيت بذلك يكون زيت نباتي خير يأتي أخف كالجيج نعصر كعبة قارس نعصرها و نضعها في قوسة الخليط و نخلطها مليحة مليحة هذه هي عبارة على سوس التي نحضرها و نفوحها بها تجيش قبل الوقت نحل تواك الزبدة في قوسة الخليط و نخلطها مليحة مليحة أكثر نضعها مليحة ليحة مليحة لتس้يع ميرتها و نضعها حول الوقتة من خلال نعر نحن نقوم بها بشمتها بشمتها الجلد في قوسة الخليط بشمتها حول الوقت بشمتها بالقيمة و نقوم بشمتها بالقيمة ونحضرها ثم نريكم بقية التفاصيل حذرنا توقيت جيجا جيدا ونقضها بالسكينة ونضع فيها سنينة ثوب ونضع فيها سنينة ثوب ونضع فيها سنينة ثوب ونرشقها ونضع فيها السبعة سنينة ثوب نضعها في وسط كرشارة نضعها في وسطها قبل نضعها وحذرنا الخلطة كما رأيتها ونفوح فيها حذرنا الخلطة والجاج مفوح بالثوم نضع الخليط في وسط الجاج نضعها مليح مليح نضعها مليح مليح نضعها مليح مليح نضعها مليح مليح ونضعها في القدية فوحت كيكا مكا الخليط زي اللي حاطينيه للجيج وباش نحطها توا في وسط الجيج متاعنا بالنسبة لي ايني اليوم فوحت الجيج متاع وحشيتها ومبعد حتيتها في الثلاجة نقولوا احنا مدة كيكا ساعتين ولا تلتها سوية وبعد ان طيبوها قدم الجيج متاعكم تشربوا فيها قدمت جيكم سهلة في التطيب واجيكم زادة لحيمتها ابنينا على محله جربوا طريقتي في تفويح الجيج وزاد اهم حاجة في نقولوا احنا تخبيتها مدة اغف اكثر كوقت باش اجيكم ابنينا اوفيوها اللحيمة بتاع الجيج توا كيما نعبيوها هكيا ونحشيوها ونخليوها ترتاح ونبعد نوريكم طريقة كيفيش باش باش نطيب الجيج متاعي طريقة ياسر سهلة واهم حاجة تيب فيسا بالحق تيب فيسا ابنينا ابنينا برشا وجربوها طريقة ان شاء الله تعجبكم انكمل توا ونرجع لكم جربوها انا اصدقى بنسبة اللحيمة اولاد الصوات كملت حذرت جيجة وفوحتها بعد شقيتها كالفخذ على جنب باكية ودخلت رجيلة الأخرى في وسطها ليس يعطينا فور وما كانت جيجة حتى رجل على رجل مزاينة ويني وشدخلتها للفور على روحها حذرت هنا الطبق متعي وحطيت بابياء ومتعوا بش نستعملوا الملح كيف نعريكم طريقة كيفش جيجة متعنا اطيب في سع وزيد اهم حاجة تعطي بنا بالكداء اللي هنا الملح متعي بش نصبه الكل في وسط باك هو اللي بشي طيب لي الجيجة بسخانة متاع الملح ويعطي رتوبية برشة للاكلمتعي دي ما نستعملها لطريقة هذي في شوين الحوت زداء وإلا في الجيج يجيكم بالحق يا بتزبدة نقولوا واحنا بالتونسي هفضة زبدة الحيمة رتبة شرة بش نطرح طوى الملح متعي ونحط فوق زداء بابياء بالطبيعة نحطوا بابياء اخر للجيجة متعنا بتبيعة بش نحطوها وكال فوقها توا نحطوا الجيجة متعنا متصدرا ويني سيقها سيق ومنسي وجدي ما احنا عنا لفاح اليوقت في السحن نصبوه فوقها خليو شيء نزيد ونعبيوها باللوفيح ونغطيها بالبابياء ماذا بينا يكون بنفس البابياء ليس لمن يوم البابياء طيب اكثر رهو في الطيب للجيج ولا للحوت بش نغطيها مليح مليح وندخلوها للفور على ميتين درجة حطوها في الطبق الوسطاني سويعة هكا وطيب بإذن الله متشتلكمش برشا وقت وتشوفوها تتفقدوها بالسكينة القوالة لحما تبدأ رطبة تبدأ ظاهرة وتحمروها وتزينوها ونضعوها في الطبق التقديم ونوريها لكم كيف تطيب تتفقدوها بالتقديم بكاتل تتفقدوها بالتقديم تجيجة اللي حضرناها وحضرناها وعملنا معها كيبتة كيكة بطاطا مقلية وزينناها بالقارس وهذه وصفتي لكم اليوم وإن شاء الله عجبتكم وعجبتكم الخلطة اللي حضرنا بها تجيج وكيف تطيبنيها اليوم لا تخلوش عليها باللايك كان عجبتكم والاشتراك في القناة كانت اول مرة تتزورني مرحبا بكم الناس لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ليه نتقابل في وصفة جديدة باي باي